اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكنه سقف النظام العالمي سقف النظام العالمي الذي ينظر بمتعة الى الدمار في سوريا الى تدمير الانسان السوري الى قتل الانسان السوري الى الدماء السورية لكن للشعب نظرية اخرى هدنته سهلة للغاية يأخذها بين لحظة ولحظة لا يريد المعارضة ان تفاوض على جمع لحظات التنفس هو يريدها لحظات لحظة للموت ولحظة للحياة لحظة للاختناق ولحظة للتنفس لحظة للانتباه ولحظة للشرود لحظة للحقد ولحظة للتسامح الشعب يعيش كل شيء وهو لم يعود بحاجة الى اي شيء لم يعود بحاجة الى الحياة ايضا دخل دائرة العبث منذ زمن بعيد صارت الحياة بالنسبة له كلمة بلا معنى معنى الحياة مختلف الان وشكل كلمته الان ساختلف ربما تكون الكلمات صرحا جديدا ستهدمه الثورة الثورة تمشي على اعصاب الذين انكروها تستمتع باستمراريتها تمارس حقدها على كل الكذابين تقتل ببرود كل من ساهم بقتل الناس ببرود الثورة قاتلة ايضا بل هي مقاتلة من الطراز الرفيع من الطراز الذي لن يسع البهين فهمه ستدوس على كل من داس على الناس ستقتل ببراءة لا متناهية كل القتلة لا حاجة الى المحاكمات العادلة الثورة عادلة مسارها عادل والعدالة ليست بضعة قضاءات غبياء الثورة اكبر من ذاك لا رغبة لها بكل هذه الاشياء الثورة ستقش كل شيء هي ليست ماء يشطف هذه الاوساخ لا هي ليست بهذا الشكل الطبيعي الاعتيادي الثورة الان دماء تجرف كل شيء دماء دماء يتفلسف عليها من قرأ بضعة كتب واعتقد نفسه فوق الناس دماء يشيه بوجهه الثوري عنها من باع الثورة طيلة عمره للناس دماء يركب على امواجها رجال دين لم يعرفوا في حياتهم سوى ظلال الطغاة التي كانت الفيء الذي به يتنعمون صاروا ثوريين الآن صاروا يصرخون باسم الثورة وفق مسار الدولار وفق المال الذي يتوسدونه كريش نعام الذي يأكلونه كلحم ضأن الذي يبتلعونه كما يبتلع الأنذال الإهانات لكن الثورة أيضا هي على هؤلاء لن يتبقى في أعلى من القديم هذا ما هو قديم سيسقط كل بإرادته لا تشلح بيشلح لحال الدراء هكذا قالت الأمثال في الشام أخذت الثورة مجراها طويل المدى ولن تتوقف سيسقط نظام وسيتلوه سقوط نظام وسيتلوه سقوط أقنع عاشة على مدى ألفين عام هذه ثورة على ألفين عام ثورة على زمن عبودية طال ثورة على قتلة المسيح ثورة على اللصوص الذين سرقوا النبي محمد ثورة على القتل واللصوص ثورة الإنسان كي يحيى الكون على إيقاع حرية الأرض على إيقاع الإنسانية الحقيقية المبتغاد للإنسان ثورة مبتغن الإنسان ترجمة نانسي قنقر كنتو عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر